ترجمة نانسي قنقر ورئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية لفتح أفاق جديدة من الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية شقيقة عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاء تعريفيا لبرنامج تكامل في بيت التجار لتعريف التاجر بهذه المبادرة النوعية في القطاع الصناعي برنامج تكامل يعد أحد المبادرات المتميزة والرائدة من نوعها والتي ستعزز الشراكة الاقتصادية القائمة على مبدأ توحيد الجهود والتكامل بين البلدين الشقيقين برنامج تكامل هو أحد ثمار مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ويسعى هذا اللقاء الذي شارك به عدد من التجار التعريف الأمثل لبرنامج تكامل لتحقيق مزيد من التقدم والتطور وتعزيز مسارات شراكة التجارية المثمرة ومعاملة المنتجات المصنعة في البلدين الشقيقين بالمثل مبادرة التكامل التي قامت به الجهات الرسمية بين البلدين مبادرة جدا مفيدة خصوصا للشركات البحرينية التي تشارك في المناقصات أو المشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية وكذلك بالنسبة لشركات السعودية التي تشارك في مشتريات الحكومية في مملكة البحرين أنا سعيد جدا بحضور هذه الفعالية التعريفية اليوم لتعريف المصنعين البحرينيين بمبادرة التكامل لتصدير منتجاتهم للسوق السعودي الضخم والذي هو اليوم عبارة عن ورشة عمل نشطة مبادرة جدا كبيرة رفعت مستوى المبيعات إلى الشركات البحرينية بشكل كبير وذلك بفتحها على السوق السعودي السوق السعودي الآن سوق واعد ويترجم هذا اللقاء المثمر جميع الرؤى والتطلعات الحكيمة في كل البلدين ليؤكد على انعكاساته الواضحة في المستقبل القريب للشراكة الاستراتيجية والتبادل التجاري بما يعزز دور الصناعة المحلية ويحفزها بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية لتعزيز حركة التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي هذا اللقاء للتعريف بمبادرة تكامل ليكون متوافقا مع نتائج الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي ليحقق الرؤى بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين